مدينة شارتر تاورز شمالي ولاية كوينزلند الاسترالية تعاني مشكلة كبيرة ألا وهي الخفافيش ألاف من الخفافيش قدر عددها بثمانين ألفاً استوطنت حديقة عامة المسؤولون يحاولون طرد الخفافيش عبر استخدام المروحيات وتشغيل أصوات مزعجة منها أصوات إطلاقات نارية وأبواق سيارات لجعل المكان مزعجاً لهم دائرة البلدية تقول إنها ستستمر بإصدار التجيج لمدة عشرة أيام لتتأكد من عدم رجوع الخفافيش مرة أخرى